هي درجة الحرارة هتوصل إلى ناقص ثلاثة في مصر في الخريطة المصرية لكن مش في الأماكن المعتادة هتوصل لناقص ثلاثة هتسجل ناقص ثلاثة في سانت كاترين تحديدا عموماً البرد مستمر وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية طلعت بيان النهاردة بتتكلم فيه على بكرة الدول اللي بيحصل فيها برد كده مش متوقع يعني أوروبا وولادة المتحدة عايشين في البرد على طول والجو بالنسبة لهم موضوع مهم لما تقعد أو تعودي في أي مكان في أوروبا ما بين مجموعة أصدقاء حتلاقهم بيتكلموا مثلاً تلت الوقت نص الوقت ممكن يكون بيتكلموا فيه عن الظروف الجوية احنا مش متعودين على الحكاية مش متعودين أن احنا نتكلم عن الجو لكن مع البرد اللي بيحصل دلوقتي طبعاً الجو بقى مادة مهمة لإهتمام الناس ومعرفتهم ويفهموه وفقاً لهيئة الأرصاد الجوية بكرة إن شاء الله حيستمر البرد حيبقى كالعادة يعني في الوقت ده بس الجو أسوأ شوية أو أكثر شدة في مسألة البرد وفقاً للأرصاد حيبقى فيه شبورة مائية كبيرة أو كثيفة خلال ساعات الأولى طبعاً دايماً بيبقى الصبح ودرجة الحرارة توصل فين بقى حضراتكم في نقص ثلاثة توصل في سانت كاترين هتبقى دي أقل درجة حرارة تسجل على امتداد الخريطة المصرية مصري